واحد من نجوم النادي الأهلي ميرو أو كابتن أمير عبد الحمير الصديق العديس طبعا مش عرفني النهاردة في البيت الكبير مساء الخير يا أمير وأنا مسهلا بك حبيبي وحميد مساء الخير عليك طبعا وأنا كل طبعا السادة مشاهدين جمهور النادي الأهلي العظيم وبقى بسعيد جدا أنا بقى دايما موجود معاكم في قناة النادي الأهلي وطبعا يوم جميل جدا مرضا زي ما أنت قلت هو موسم جميل كله على بعضه أمير الحقيقة طبعا يعني الموسم أعتقد أنه أرضى طموح كل أهلوية نجاح كبير جدا على كل مستويات والنجاح ده فتح شهية وفتح نفس الأهلوية على الموسم اللي جاي وده كان الحقيقة واحد من أهم الاعتبارات اللي حطتها وإدارة النادي الأهلي قدامها وهي بتفكر في موسم صعب وموسم طويل وموسم قوي جدا نبدأ بحديث الساعة صفقة إمام عصور الصفقة المنتظرة رأيك فيها وحجم الإضافة اللي ممكن يمثله إمام عصور طبعا لأقوى خط نص في أفريقيا هنتكلم على مروان عطية واحد من العيبة اللي تقلقت واحد من أفضل العيبة خط نص حتى رغم أنه نضم منذ فترة قليلة ديانج يمكن واحد من أهم صفقات المحترفين اللي جات في مصر في العشرة أو العشرين سنة الأخيرة عامر السولية بقمته بخبراته بإمكانياته الكبيرة جدا شايف خط نص النادي الأهلي وشايف صفقة إمام عصور إزاي طبعا بحاجة النادي الأهلي طبعا المسؤولين في النادي الأهلي يعني يعملوا صفقة كبيرة جدا زي صفقة إمام ممكن إحنا على مستوى اللعيبة أو محبين النادي الأهلي أو لعيبة النادي الأهلي كنا في انتظار الصفقة دي لأن إمام طبعا لعيب مهم جدا لعيب كبير جدا لعيب كواليتي يعني صعبة لها في الدورة المصر دلوقتي أنت كان عندك كمان تزود عليهم حمدي فتحي لما كان موجود طبعا قيمة كبيرة جدا جدا عشان خلي بالك محمد لما أنت تجيب تكون عندك لعيب مهم جدا ويمشي أو يحترف أو أي أن كان عدم وجوده إيه لازم تجيب حد كواليتي كويسة فأنا شايف إن إمام يعني قيمة كبيرة جدا لعيب دولي لعيب عنده خبرات لعيب مهم جدا صفقة طبعا بغض النظر عن هو جاي منين فين لكن أنا بتكلم عنه هو جاي من ميتلند أه هو جاي من ميتلند أه لكن أنا بتكلم أنه هو لعيب كبير جدا لعيب مهم مع ماروان مع ديانج أعتقد أنه والسلية طبعا أعتقد أنهما هي يعني الخط وسط رهيب وزيما أنت قلت في البداية لندل أهلي موسم استثنائي موسم قوي جميع البطلات وإن شاء الله البطلات اللي جاية كمان لندل أهلي يتوق بيها هتبقى مصورية كبيرة جدا على اللعيبة خلي بالك لأن طبعا مطلوب منهم السنة الجاي أنه لازم على الأقل لازم تكون بنفس المستوى نازم تكون بنفس الإسلوب اللي أنت بتلعب به البطلات اللي أنت دخلت فيها وشاركت فيها لازم تأخذها وتقدم بشكل كويس أنت دخل على كاس عامل أندية نفسنا أنه نحن كمان نعدي المرحلة الثالث والرابع والحاجات دي إن شاء الله نلعب فينال وليه ما ناخدش كاس عامل أندية واحدة واحدة ناد الأهلي طبعا ناد كبير ودايما بيلعب على التتويج ودايما بيلعب على البطلات وإمام نفسه كل العيب ينضم للنادي الأهلي عارف القصة دي أنه هو أول ما تدخل النادي الأهلي أنت لازم تبقى مطلوب منك نكتب مرن كويس تحافظ على نفسك كويس تحافظ على عليك سبوت كبير جدا برى الملعب ده العيب النادي الأهلي اللي لازم يكون محافظة على نفسه على شكله على سلوكه برى الملعب وجوه الملعب فأعتقد إمام صفقة قوية واللعيبة كمان بشكرهم جدا جدا والجهاز الفني للفترة الأخيرة بشكر مجلس إدارة كبتخطيب ومجلس إدارة كله بالكامل أنه سند اللعيبة وتحمل ضغوطات في بعض الأوقات عمل صفقات كويسة جدا والعيبة كمان عميلة تحملت ضغوط كبير حتى نجوم الفريق اللي محدش يختلف على إمكانياتهم ولا حد يختلف على حجم عطائهم ولا حد يختلف على دورهم في تحقيق إنجازاته بطولات معلول الشحات برسيتاو محمد شريف كهربا ديانج محمد شناوي كل دور للموسم ده تحديدا اللي أحب نتكلم عنه واحد من أهم وأفضل مواصم من نادي الأهلي كل عيبة والأسماء اللي أنا قلتها مش عارف لو كنت نسيت حد ولا لا بس كلهم رمي ربيع ياسر رمي ربيع ياسر تتعرضوا لحملة انتقادات وتعرضوا بهجوم كبير جدا ومع ذلك تحملوا ده بالعكس كان مردود مردودهم في الملعب وفي إنجازات حقاة الموسم ده كان أكتر من رؤى أكيد طبعا أنا قلت بشكر كل اللعيبة الجهاز الفني كمان كان ليه دور كبير جدا كابتن سبيل مصان دوره مهم كله شتغل صح تعقودات صح كابتن خطيب مجلس الإقدارة سنده بشكل كويس شارلوا ضغوطات عن اللعيبة الجهاز فني أشكره جدا جدا على تعبه ممكن أنا كمان على فترات كنت بروحي النادي وبشوف تعب جامد جدا والناس بتبدأ بتروح بدل بتاعة أربعة ساعات يروسوا الملعب بشكل ممعين كابتن سيد في الانضباط كابتن سبيل مصان دوره مهم جدا فأنا شايف أن الجهاز الفني مستر كولر كمان اللي دور كبير جدا على المستوى الفني والنفسي قدر يطور من بعض اللعيبة قدر يدي ثقة للنجوم اللي انت قلت عليها أمو حميد اللي هما كان لهم دور كبير جدا ادي ثقة كمان لحسين الشحات محمد هاني كان دلده ثقة وطوره وخلي يلعب بتطوير كويس جدا وبشكل عصري زي ما بيقولوا حسين فرق جدا لما خد ثقة كهرباء طبعا ساعد نفسه طبعا كهرباء كان بعيد فترة والراجل ساعده والنادي أهل ساعده وهو ساعد نفسه لأنه ما يقص غريب ده أميل شو على مدير فني النبي جاي أفريقيا مش بس مصر جاي أفريقيا أول مرة ثقافة مختلفة طبيعة منافسة مختلفة يعني خليني أقول لك بمنطقة صراحة أنه أكتر حد متفائل في بداية الموسم ما كانش يتوقع سيماك من قصة البطولات يعني مش بكلم على تحقيق ألقاب يعني ميسر موسيماني وهو واحد من أهم وأبرز المديرين الفنيين اللي عملوا أرقام وإنجازات مع النادي الأهلي ما وصلناش معال ده فكرة أنك أنت كجمهور تبقى مقتنعا أنه راجل ده عمل بصمة على المستوى الفردي على المستوى الجمعي ما حدش في بداية الموسم كان مستني ده أو متوقع ده أكتر المتفائلين ما كانش حاسس أنه أول موسم لكولر يقدر يحقق الشكل والأداء والأرقام والإنجازات والبطولات اللي حققها مستر مارسل كولر أكيد ده محمد طبعا الأساس مظبوط هو النادي الأهلي النادي الأهلي عنده إدارة محترمة عنده إدارة فهمة جدا الجمهور كبير جدا بيساند الرجل لما جيه باي من أول يوم أنه متفائل وعنده صحة كبيرة جدا معه تيم غير طبيعي اللي هم مساعدين معاه جاي عارف طبعا وعارف قيمة النادي الأهلي وعارف اللعيبة فترة قليلة هو ذاكي جدا يمكننا في البداية ناس سألتني كتير جدا على الله إنه هو مدرب كويس أو مش مدرب كويس أعترم هو في البداية يعني بعد كم موتش كده وبعد بطولة نقدر نحكم نقدر نحكم وحكمت عليه إنه هو مشابه كتير جدا بشكل كبير جدا نستمرر الجوزية بس أنت اشتغلت مع جوزية طبيعي جدا لما مدرب أجنابي أو مدير فني أجنابي بيخش قط اللبس لأول مرة بيبقى فيه صعوبة اللعيبة بتوعي تسأل هو الرجل ده نظامه إيه هو الرجل ده دماغه إيه بيبقى صعب جدا إنه من أول موسم إنه رجل ده يكسب ثقة اللعيبة وإن اللعيبة تقدر تفهم طبيعة فكره وتنسجم مع سلوب شغله بشكل كبير جدا إزاي ده حصل مع كولر من نوجة نظرك عمي وقع تجربتك مع واحد من أساطير تدريب نادي الأهلي منويل الجزية ظل واحد من أهم الأسماء اللي اشتغلت في التدريب مش بس في الأهلي في مصر كلها طبعا مثلا منويل الجزية زي ما أنت قلت يا محمد من أول يوم أول يوم جي فيه هو حط السيستم بتاعه إنه محدش يتدخل كله بيشتغل وطبعا قبل ما ييجي خلي بالك أحمد أي حد مثلا لما بيجي يحترف أو مثلا بيسافر برة الناس أو المدربين اللي جايين مصر أكيد بيسأل وعارف قيمة النادي الأهلي عارف قيمة جماهير النادي الأهلي فيه ناس بتقوله يعني أكيد بيسأل في السفارة بيسأل صحابه أكيد في مصر لما بيخش السيستم أنت النادي الأهلي أي حد هيخش في النادي الأهلي خلاص تحط على السيستم دخل الصبيعي